من هذه القصور السلطانية في مدينة اسطنبول رفض السلطان عبد الحميد الثاني بيع فلسطين لليهود مقابل مال كثير ينقذ السلطنة من إفلاسها وفي هذا المكان أيضاً اجتمع برلمانيون من شتى الدول الإسلامية ليعبروا عن رفضهم قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وبحث كل السبل المتاحة لمواجهة هذا القرار الذي يراد به محوى هوية المدينة المقدسة الراسخة في وجدان كل مسلم ومحب للخير فعالية إطلاق ميثاق القدس البرلماني الذي دعت إليه رابطة برلمانيون لأجل القدس والذي يؤكد على هوية مدينة القدس العربية الفلسطينية الإسلامية التي لا يمكن التنازل عنها والذي يعتبر أن توقيع ترامب على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس توقيع باطل وقرار باطل وليس له أثر ورأى البرلمانيون أن الإرادة الأمريكية ممثلة بترامب استغلت الواقع الحالي للبلاد العربية فوجدت أن هذا التوقيت هو الأنسب لنقل سفارتها إلى القدس ولأجل ذلك أدرك المجتمعون أن الرد على القرار الأمريكي يكون بضغط البرلمانات العربية والإسلامية على حكوماتها لاتخاذ خطوات فعالة تتمثل بمقاطعة كل دولة تعترف بالقدس عاصمة للصهاينة جاءت هذا الرابط لتحقق هذا الغرض وهو أن تجمع جهود الأمة من خلال البرلمانيين الذين يمثلون كل هذه الشعوب لنضع استراتيجية موحدة تمكننا من ضحض هذا الاهتلال وإبعاده عن أهلنا وتطرق البرلمانيون إلى تاريخ القدس واستذكروا الحقب السوداء التي مرت عليها بفعل الغزاة والمحتلين الذين أخرجوا منها وعادت لأهلها الحق سيبقى حقا إلى أبد الأبدين وسيرجع الشعب الفلسطيني إلى أرضه وستعود القدس إلى حاضنتها وإلى مهدها العربي والإسلام وختمر البرلمانيون المؤتمر بالتوقيع على ميثاق يلزمهم بالكفاح والنضال من أجل القدس حتى تعود عاصمة لفلسطين كاملة لا شرقية ولا غربية